هذا صراع بين الحق والباطل في أخذ الزمان شديد فلا بد من صبر كثرة الأعداء وكانت دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعينة الحق مع كثرة الشبه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أن زمان أصطعبهم على دينك القابل على الجمر ويقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطب الغرباء إذا رأت ما الغرباء من الغرباء قال أنهم يصلحون إذا فسد الناس في الأطلاق ليصلحون ما أفسد الناس من ثنتي فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر خمسين من الصحابة مثل أجر خمسين لأنهم يجدون أعوانا وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء أما في آخر الزمان فالعكس